شهدت محافظة البحيرة افتتاح معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين كما شهدت المحافظة افتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة دمونهور الثانوية العسكرية الزراعية لعرض المنتجات الصناعية والزراعية والخشبية التي أنتجها أبناء المدارس الفنية لتوفير هذه المنتجات بأسعار تناسب أهل المحافظة تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي شهدت محافظة البحيرة افتتاح معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى افتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنية بمدرسة دمونهور الثانوية العسكرية الزراعية لعرض المنتجات الصناعية والزراعية والخشبية التي أنتجها أبناء المدارس الفنية لتوفير هذه المنتجات بأسعار تناسب أهل المحافظة طبعاً حاجة محترمة جداً أن يكون هناك دور للمدارس الصناعية والزراعية في الإنتاج وكلكم شايفين طبعاً المنتجات وحجمها وجودتها فهو يمكن حضرته حبي يجي يدي المبادرة دي قوة عشان هي طبعاً هتساهم في رخص الأسعار وحتقدم منتجات متميزة لموطنين زي ما شفنا كده المنتجات اللي موجودة اللي احنا شفنا النهاردة من منتجات سواء غزائية أو خشبية أو حتى كمان صناعية موجودة لا حاجة تقول تبشر بالخير وإن شاء الله جميع مدارس الفنية في مصر تفتح منافذها للجمهور المصري بإذن الله المبادرة الرئاسية حياة كريمة دائماً ما تتواجد في مثل هذه الافتتاحات حيث وصل معدل التنفيذ في المشروعات الخاصة بالمبادرة في قرية الأبعادية بمدينة دمنهور إلى أكثر من 77 مشروعاً خدمياً تم الانتهاء منهم بشكل كامل احنا بنشارك مشاركة مجتمعية وبنعتبر هذه المشاركة لازمة لكل إنسان قادر في مصر إنه في الظروف اللي إحنا اللي البلد فيها لازم القادر يشارك ويعين اللي ظروفه لا تسمح بذلك أما هذه المنتجات اليدوية التي صنعها أبناء المحافظة كانت ضمن معرض أيدي مصر وهي المنصة التي تقدمها الحكومة لأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال المنصة الإلكترونية منصة إيدي مصر هي منصة إلكترونية شاملة جميع محافظات الجمهورية هنتكلم عن محافظة البحيرة عندنا النهاردة 15 عارض متنوعين ما بين منسوجات أشغال يدوية سجاد كليم في منتجات يدوية كتير لحقاك شفت في منتجات جلود أرنج جموس كل الحاجات ديت في مننا 15 الموجودين فيهم خمسة فعالياً موجودين على المنصة مسجلين منتجاتهم عندنا تخصصات نجارة الأساس دخلين بقود غرف نوم ودخلين بغرف أطفال عندنا تخصصات نجارة العمارة دخلين بالباب والشبك عندنا تخصصات الزغرفة دخلين بشغل بانر شغل فوانيس علشان شهر رمضان إن شاء الله وضمن جهود توفير السلع للمواطنين تأتي أهمية المخازن التي أقامتها محافظة البحيرة بالمنطقة اللوجستية للتأكد من وجود مخزون من السلع يلب احتياجات المواطنين كما تحرص قيادات المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية من خلال زرع عدد كبير من الأشجار في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة من محافظة البحيرة محمد جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر